خبراء الكيميائي يكشفون عن وجود مادة كيموية مثيرة للقلق في مياه الشرب في النمسا وده يمكن الخبر ده أزعجني بشكل شخصي لان عمري ما كنت أتوقع انه ممكن يكون هنا في تلوث او زيادة في المواد الكيموائية اللي في مياه الشرب وده اللي بتطلب به يمكن منظمة جلوبال 2000 الطلبة الحكومة المحلية والفيدرالية بفرض حظر فوري على المصادر الرئيسة للTFA وده ها دي المواد المادة الكيموية اللي بيحطوها في المياه نعم الميا اللي انت جايبها دي فيها من الموضوع ده دي كويس الميا دي أشرب المياه تفيننا بصراحة يعني مع الأسف الشديد سازم دوح فعلا هذا تقرير خطير جدا وهذا عمل تفاعل كتير كبير يعني فعلا على على النمسا ميديا وأثار يعني أثار حفيظة كتير من الناس وقال لك أنه هل فعلا المياه ملوثة اللي احنا بنشربها وهل أشوف الخبر شو بيقلك الخبر بيقلك في نسبة من التلوث وليس الضار للغاية في المياه الشرب ما هو مصدر هذا التلوث مصدره هو المبيدات الحشرية التي تستخدم في الزراعة وأيضا مبردات الغاز وما إلى ذلك صراحة هذا الموضوع يمكن أن نفسي ما كتير بس هم بيعملوا المفروض بيعملوا عملية معلقة ما هي يا سيد الكريم هذه يعني نسبة ممجهرية مايكرو مجهرية مايكروسكوبية يعني مواد قليلة لألغاية وليس بالضرورة أن تسبب ضرر للإنسان وبالتالي قالوا لك أن بعض المواد بعض المواد التي تستخدم منها في المبيدات الحشرية مواد كيميائية إلى الأبد أو مواد البريلوف البري في غزات الكلير بي إف إي سي ممولوث كيميائي دائم موجود في المبيدات الحشرية هذه المواد لا تتلاشى في الطبيعة وتبقى لمدة طويلة يعني لا تتطاير ولا تتلاشى في الطربة ولا تتبخر ولا تنحل ولا تذوب وعلى ما يبدو أنها تبقى في المياه تبقى في المياه الجوفية المياه الجوفية التي تتحول إلى مياه ينابيع وبالتالي تعود مياه شرب ومياه أخرى وتعامل وبالتالي هذا الموضوع فعلا فعلا يعني بالغ الأهمية أنا أدعو فعلا إلى يعني التحقيق أكثر في هذا الموضوع لأنه ليس بالموضوع السهل وفي نفس الوقت ليس بالموضوع الخطير أو الضار والذي يجب التحذير منه وعدم شرب الماء بصراحة أعتقد أن الموضوع ليس خاصة بهذا الحر يعني صراحة أن الموضوع الشديد حاليا لا بس ده بيعملوا الجميندات اللي بتكون متخصصة ما يبقى فيها أنا بيذكرني ده كانوا عملوا عملية تحويل عندنا مرة من المرات وعملوا مصدر جديد للمياه وتقريبا كان فيه مشكلة زي كده فنبهوا على الناس وأعلنوا على مستوى وجات نشرات أن عدم استخدام المياه للشرب لمدة 3 أو 4 أيام لعادة عملية عملية الفحص إذا كان فيه نوع من أنواع البكتيريا وده حذروا منه بس برضو هي مشكلة ليست بالبسيطة صحيح لأن ده شيء يعني بنعتمد عليه بشكل كبير اليومين دول